للأسف الخبر اللي أنا هقوله خبر غريب أنا كنت متوقع أن بعد النتيجة بشوية هلاقي فلان بيلوح بالاستقالة من اتحاد الكرة وفلان استقال فعلا من اتحاد الكرة ده أبسط شيء ده أبسط شيء ما هو أصل من فشل لفشل لفشل وبعدين وكده كده في انتخابات قادمة لا تتسرع الانتخابات والاتحاد ده لازم يبقى له حل وحل سريع وتتسرع الانتخابات بسرعة بتاعت انتخابات الاتحاد الكرة بدل معايزين يأجلوها لغاية شهر واحد لا ده تتعمل بسرعة وفي أسرع وقت ممكن ويتفتح باب الترشح ونستنى لخمسة واربعين يوم ويبقى على أول عشر عندنا اتحاد كرة جديد وشخصيات جديدة شخصيات تستطيع أن هي تدير الكرة المصرية وتعرف قيمة وحجم مصر إيه يعني إيه مصر تتغيري بستة يعني إيه مصر تتغيري بستة وفي الآخر الناس بتزعل والناس تقولك ان احنا بنتهاجم والناس تقولك ان احنا الناس بيهاجمونا وفلان مش هكلمه او مش هطلع معاه اصله بيهاجمنا انا مهاجمش حد لا اتحدث عن أشخاص او عنهم شخصيا انا بتكلم عن شغلك وده عمل عام او حد يقولي العمل التطوعي مش عايزين عمل تطوعي عايزين ناس تيجي تشتغل وتاخد مرتبات وتعمل شغل على أعلى مستوى اللفظ ده بيديقني جدا كل ما حد يكلم حد يقوله ده عامل تطوعي ده بياخد من وقت ومن شغل لا يا عامل مش عايزين احنا مش عايزين احنا مش عايزين ده نعايزين ناس فاضية للكورة المصرية للرياضة المصرية تدير على أعلى مستوى ممكن عندنا كوادر عندنا كوادر عندنا ناس ممكن تعمل حاجة عندنا شباب زي الفل طالع دارس وعارف بس نفسه فرصة ما يعرفش طرق الانتخابات وياها والكلام اللي حضراتكو تعرفوه كويس جدا ما يعرفوش يعملوا الكلام ده او ما يعرفوش يخشوا المجال ده هم محتاجين فرصة شغلهم وتعابهم ودراساتهم تخليهم ان هم تأهلهم ان هم يديروا الكرة المصرية والرياضة المصرية واتمنى ان احنا ما نشوفش الجان الجان تنعقد وتحاسب وتنبسق منها لجان وكلام ده كله اتمنى ان احنا ما نشوفوش ديت لك بقى اتحاد الكرة بيقولك ايه نحن بنترقب وصول الاستاذ جمال علام لتحديد اجتماع رسمي عشان ناخد قرار في ميكالي نفس سيناريو فيتوريا هل انت لما تمشي مدرب زي ده اشتغل الرجل اشتغل عنده مشاكل اه يعني عنده عيوب اه طبعا يعني القايمة كلها مزاي بعضها لا فيه فوارق بين اللعيبة وبعضها وده بان جدا في التغييرات بان جدا في التغييرات لكن المدرب مدرب كويس ممكن لو وتيحت ليه الفرصة بشكل قوي وبشكل منظم ويقعد يشتغل اربع سنين بشكل فيه نظام ودوري منتظم وياخد اللعيبة في اوقات معينة بتاعت الفيفا ديت ويعمل بها مباريات قوية ومنافسات قوية اعتقد انه ممكن يعمل حاجة حلوة انا مش عايز احمل الراجل كل حاجة الراجل اشتغل بالمتاح لكن هو عنده مشكلة بس اختياراته مع جابتنيش وبانت اوي في التغييرات فيه لعيبة هنا كانت على يعني احنا شايفنا حسام اشرف ده كان بينافس على هداف الدوري ما تواجدش عمر الساعي ما تواجدش ففيه عداصر تانية مش عايز اذكر حد لكن انا بقول على ابرز اتنين وفي حين انت بكنش معك فروت في البطولة وصبع فيه سلماشاء الله صحة قوي بيروح على كل كرة لكن المحصلة ايه ما جابش ولا جول انا عايز الفروت عشان يجيب جول بلال مظهر نفس القصة لكن انا كان عندي واحد كان من اسابيع قليلة هداف الدوري ما خدش فرصة وما خدش حقه انه يروح فقولنا ماشي خلينا نشوف في الاخر اللي جاب اللي جوال ابراهيم عادل الطرف فقال لك اتحاد الكرة بقى ايه هنجتمع ما يجي الاستاذ جمال علام علشان نشوف مصير ميكلي طبعا اصابة زيزو اللي حصل والكلام ده كله ما تحددش اصابة زيزو لكن هي واضح ان هي في الخلفية لان زيزو تحمل على نفسه كتير بصراحة ان هو مصاب اصلا لكن تحمل على نفسه لكن الامور زادت عليه في مباراة المغرب وتم تغييره لعبة داله تمازي اشتركوا في القناة